اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفريق هيختتم من نهوه ده تدريباته بالليل طبعا عايز اقولكو ان في حالة تركيز كبيرة جدا من اللعيبة ومن الجهاز الفاني عشان يقدروا يحققوا الفوز ويتأهلوا لربع النهائي في البطولة العربية هنتبع معاكم الكلام ده كله وطبعا هيكون معينا كواليس عن النادي الاهلي زمالنا كريم احمد المصاحب للبعث هيوفينا دايما باقي الكواليس واخر الاخبار كمان هنتكلم معاكم النهاردة عن مباراة دوري عن الاخبار المحلية وهيكون ضفنا أستاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كورا والبداية دايما كالعادة بتكون بأهم معنوين الحلقة الخطيب يبدأ مرحلة النقاها بعد النجاح في ألمانيا الاهلي يختتم تدريبات الليلة استعدادا لمواجهة الوصل الاماراتي مباراة الوصل مهمة ولدينا ثقة كاملة في تحقيق الفوز محمد يوسف جئنا للامارات من أجل تحقيق الفوز فقط عامر حسين لانيا لإلغاء الدوري مهما كانت الظروف أجاري ماروان مهاجم متميز وصلاح محسن سابق سنه بند يمنع محمد صلاح من الانتقال لبرشلونة هنبتدي معاكو بأهم العنوين والأخبار والمنشطاء للتعاني النادي الأهلي في الجرائد من مبارح للنهاردة مجلة الأهلي حمد الله على السلام يا بيبو جراحة ناجحة بألمانيا ويسأل عن الأهلي لحظة في لحظة الإفاقة من البنك اليوم السابع الخطيب يكتاز من محنة الجراحة ويبدأ رحلة النقاها في ألمانيا وزير الرياضة يطمئن على رئيس الأهلي ودعوات الشفاء تنهال على بيبو وزير الشباب والرياضة يجري اتصال هاتفي للإطمئنان على الخطيب مجلة الأهلي مفيش أعضار صالحونا بالانتصار استقبال حافل للأهلي في الإمارات والجماهير بتطالب بتجديد الوصل مع البطولة العربية الأهرام استقبال حافل للبعثة لدى وصولها لدبي محاولات أهلاوية للحصول على نسبة إضافية للجماهير المصرية أمام الوصل اهتمام إعلامي كبير لصاحب الشعبية الأولى عربيا ومؤتمر صحفي لكارتيرون اليوم الأخبار الأهلي يستدعي روح الفانيلا الحمرى لعبور المأزق العربي محمد يوسف هدفنا مصالحة الجمهور والأحمر لا يعرف الكوف الجمهورية كارتيرون يحذر من قوة المنافس ولعبيه البرازيليين الأخبار المساء الأهلي يرتب أوراقه في زعبيل كارتيرون يستقر على الظهير الأيمن وأزار وينضم لبعثة طريق اليوم المساء عشور الوصل يعول على الفوز بلقاء الأهلي للعودة للمنافسة محليا وعربيا البيانة الإماراتية توارق في قلعة الفهود قبل مواجهة الأهلي المصري درويش مساندة الوصل بكأس زايد واجب وطني مجلة الأهلي للتصديق على الميزانية والحساب الختامي ومناقشة جدور الأعمال الأهلي يدعو الجمعية العمومية لإنعقاد يومي الجمعة والسبت مجلة الأهلي تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية ميزانية تاريخية للأهلي مليار ومتين أربعة وتسعين مليون بزيادة ربعمية خمسة وستين مليون جنيه عن العام الماضي نروح معاكم لتفاصيل الأخبار اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم ونبتدي مع الأهرام اللي قالت أن أجرى دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بساء أمس اتصال هاتفي بإدارة النادي الأهلي كمان اتصل بالسيدة حرم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وده عشان يتطمن على حالته الصحية بعد إجراءه لجراحة دقيقة في مستشفى في مدينة هانوفور الألمانية وخلال الاتصال عبر وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل وكده إن كابتن محمود الخطيب قيمة رياضية كبيرة أعطى لمصر الكثير ومستنين عودته سريعا لعشاقه ومحبيه من جماهير الكرة المصرية كمان الجمهورية قالت إن قام فاترس كارتيرون المدير الفني للفريق بعقد محاضرة للعبين شرح خلالها نقاط القوى والضعف بفريق الوصل الإماراتي عشان يقدر يوضح كافة الأمور الفنية المتعلقة بالفريق الإماراتي خاصة طبعا وإن الفريق بيسعى لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية وتدارج أكيد نتيجة لقاء الذهاب والأقيم على ملعب برج العرب في اسكندرية واللي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 لكل فريق كمان حذر من لعيبة الوصل البرازيليين وخطورتهم وأكد كارتيرون إنه هو شاف ملخص لأكتر من عشر مباريات لفريق الوصل الإماراتي بالإضافة لمشاهدة مباراة الفريقين واللي قيمت على ستاد برج العرب في اسكندرية وشدد المدرب الفرنسي إن الفترة الحالية محتاجة تركيز وطبعا لازم نركز جدا في اللاجئي وإنه مدرك تماما إن جماهير النادي ستظل تساند وتدعم النادي الأهلي عشان يتواجه بالبطولات في المرحلة اللاجئة وإنه بيبذل أقصى جهد عنده عشان يسعد الجماهير كمان مجلة الأهلي قالت إن أكد حسن العبدولي مدرب الوصل الإماراتي إن فريقه مستني باهتمام كبير جدا مواجهة النادي الأهلي في إياب دور الستاشر لدوري أبطال العرب كان زايد وأكد إن مباراة الغد لن تكون سهلة برغم طبعا عودة الفريق بنتيجة طيبة وإجابية من اسكندرية وقال كمان الإمبراطور لقب الوصل يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو بهدف لكل فريق للتأهل لدور الثمانية قال العبدولي إنه فريق كبير ولن يتأثر بخسرته للقب أبطال أفريقيا قصاد الترجي النادي الأهلي بيضم مجموعة ممتازة من اللعبة الدوليين والأجانب والفريق معروف عنه إنه بيخول جميع البطولات بهدف الفوز فيها كمان جريدة الاتحاد الإماراتية قالت إن بيضع الجهاز الفني لفريق الوصل الإماراتي أمال كبير على المباراة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري بكرة فيها بدور 16 لبطولة كازايد للأندية العربية الأفطال واللي بيحتضنها أستاذ زعبيل حيث يمثل تخطي هذه العقبة والتأهل للدور وبعد نهائي نقلة كبيرة للفريق ودفع معنا ويكون لها مردود أكيد إيجابي عند المارد الأحمر في مسائل المحلية وبداية طبعا من المباراة القادمة دي هتكون بداية جديدة نحو تحقيق الطموحات في البطولة الغالية واللي بتحمل أكيد اسم عزيز على الجميع وبيحمل الفريق فيها لواء الدفاع عن كرة القدم الإماراتية منفردا وكثف الجهاز الفني بقية حسن العبدولي من الجرعة المعنوية للعيبة بالتركيز على أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 خاصة طبعا نتأهل على فريق زي نادي الأهلي المصري ومن قبل تجاوز اتحاد جد السعودي هيكون ليه انعكاس كبير على مسيرة الفريق في البطولة العربية وبيفتح باب الطموحات على مصر عيه للتقدم نحو المنافسة على اللقب في هذا الموسم كمان جريدة البيانة الإماراتية قالت أن أكد خالد درويش نجم فريق الوصل الإماراتي منتخب الإمارات الوطني السابق أن لقاء الوصل مع النادي الأهلي المصري مكرى إن شاء الله في قياد دور الستاشر لكاز دايد للأنداء الأبطال يحمل الكثير من المفاجآت السارة لعشاء الإماراتور وقال كمانا المباراة صعبة على الفريقين لكن الوصل قادر أنه يقدم الكثير ويحدث الكثير من المفاجآت وأكد كمان أن مسندة الوصل في البطولة دي واجب وطني من الإماراتيين كمان دا كان أهم الكلام اللي تقال في الجرائد عن النادي الأهلي وعنه اللقاء المرتقب اللي هيكون بكرة إن شاء الله في دور الستاشر في البطولة العربية لكن دلوقتي هنروح نشوف برضو الكلام اللي تقال عن النادي الأهلي ولكن عن طريق مواقع الإنترنت الموقع الرسمي للنادي الأهلي ديرندالي مباراة الوصل مهمة ولدينا ثقة كاملة في تحقيق الفوز يلا كرة يوسف هجوم الوصل أهم مما يميزه ونلعب على هدف واحد الشروق أزار ينضم اليوم لبعتة الأهلي في الإمارات اليوم السابع الأهلي يؤكد جاهزية حسام عشور لمباراة الوصل في الإمارات دوت مصر كارتيرون للاعب الأهلي يبذلوا أقصى جهد للفوز على الوصل الوفد الليلة الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الوصل في البطولة العربية فيتو تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الوصل الإماراتي البوابة الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة الوصل الموقع الرسمي للنادي الأهلي كارتيرون يتحدث عن مواجهة الوصل في مؤتمر صحفي الموقع الرسمي للنادي الأهلي مبروك تقلق ناشئ الأهلي نتاج عمل منظومة بأكملها ونروح دلوقتي هاتفيا للإمارات ومعانا الأستاذ ردة سليم الصحفي في جريدة الاتحاد الإماراتية مساء الخير على حضرتك أهلا مساء النور وأهلا بكل الجماهير المصرية ومنورين الإمارات وسعلا جدا بتواجد النادي الأهلي في الإمارات وممكن أجواء رائعة طبعا علاقة بين الإمارات ومصر معروفة من سنوات طويبة أعتقد الأجواء المباراة أكون إن شاء الله بإذن الله أكثر من رائعة أستاذ ردة في البداية كده طبعا برحب حضرتك معنا في كلام في الميديا وعايز أعرف من حضرتك إزاي تناولت الصحافة الإماراتية لقاء النادي الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية في الدور الستاشر وكمان عايز أعرف من ردود النتيجة اللي كانت هنا في مصر التعادل الإيجابي 2-2 أعتقد أن الصحف الإماراتية احتمت كتير جدا بالنادي الأهلي وكان في استقبال شعبي ورسمي على مستوى نادي الوصل لفريق الأهلي فور وصوله إلى مطار دبي أعتقد أن الاحتفالات كبيرة جدا خاصة في الظل وجود جماهير مصرية انتظرت النادي الأهلي أثناء القروب بالإضافة إلى كان فيه ترفيب كبير جدا من أدارة نادي الوصل كل أدارة نادي الوصل كانت في استقبال الأهلي المباراة ليست في النهاية وهي مباراة كورة قدم لكن تبقى لعلاقات ملينة الإمارات ومصر هي فيها المقدمة في الصدارة كل الصحف اهتمت باستعدادة الوصل واستعدادة النادي الأهلي حتى لكل انفرض من هذا الخبر ورصول إلى الإمارات والتدريب أمس واليوم كان فيه مؤتمر صحفي من شوية خلصان وأعتقد بعد الضبط نصف ساعة من الآن هيبدأ تدريب النادي الأهلي على الملعب الرئيسي صحيح إلا تقام علي إن شاء الله بكرة المباراة نعم كل الأجواء كل بيتكلم على مباراة جماهرية نحن أحكدين عارفنا أن تذاكر كلها انتهت من بدريب طبعا أنا كنت أعين سأل حدرتك يا أستاذ ردة طبعا إحنا عارفين أن ساعة الملعب زي ما عرفنا نهاية 9000 متفرج أو مشجع فقط طبعا ده عدد قليل جدا وكان فيه كمان إقبال الجماهير جدا كبير على تذاكر النادي الأهلي أو المشجعين المصريين لا يشجعوا النادي الأهلي هناك واسمعنا برضو أن كان فيه طلب من النادي الوصل الإماراتي أن هما يزودوا حصة النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي في التذاكر أعتقد بالفعل فيه ضغط كبير جدا على أدارة نادي الوصل من أجل حصول جماهير مصرية هنا على التذاكر 2300 تذكرة اللي هو النسبة لمحددة لهم ينغلة جدا بالنسبة للمباراة الجماهرية بهذا الشكل أدارة نادي الوصل اللي بتدريس للحاجات ديته وحيانا خلال الساعة المقبلة أتوقع فيه قرار بزيادة تذاكر الجماهير المصرية هنا المباراة وده القرار اللي احصل كل منتظره وكل منتظره هنا لأن الجماهير بفراحة فيه موجود جماهير كل يوم في نادي الوصل تسأل عن التذاكر وإذا كان فيه تذاكر موجودة كل التذاكر نافذت إن كان في ساعات قليلة من الإعلان عنها الساعات اللي جاية ده نادي الوصل حتقر جديد بالنسبة للتذاكر وأعتقد الخبر هاي بأصر الجماهير مصر أكيد طبعا كل الجماهير هنا بتشجع الأهلي أكيد طيب بالنسبة لنادي الوصل الإماراتي فهو نادي جماهيري وبالتالي طبعا أكيد مشاجعي بردو كان فيه منهم إقبال على التذاكر أعتقد نادي الوصل من الأنبياء فعلا لها شعبية جديرة لكن نادي الوصل استنادي لم يمتع جماهيره على عكس الموسم الماضي لم يقدم مستوى المردود صحيح بعد إقالة المدير الفني الأرجنتيني صحيح نعم حتى حتى بصرف نظر على إقالة المجارب المشاوية هذا الموسم عكسي تماما للموسم الماضي هذا السهب اللي دفع الإدارة النادي للتغيرات لكن في النهاية جماهير الوصل تنتظر النحاء ناديها جميل أهلي إنه لا يعتبر بالنسبة لهم حلم إنه هم يضحطوا النادي الأهلي أكيد لكن كل المعطيات بتقول إن جماهير لازالت لم تعود إلى الملاعد كما كانت في مباراة الدورة الأخيرة جماهير الوصل كانت لنسبة جيرة جدا ما بيضروحش المباريات لكن أعتقد مباراة الأهلي هي بقالها وضع خاص صحيح جماهير الوصل ما كانتش تتحدر مباريات فريقها كعقاب ليهم على المستويات اللي أنت قلت عليها أن هي ما كانتش مرضية بالنسبة للجمهور بالفعل الوصل العام الماضي كان بيقدم مستويات عالية جدا وكان مستصدر الدوري لجولات كتيرة لكن هذا الموسم لم يطرب ولم يمتع جماهيره جماهير الوصل معروفة أنها لها سمة معينة بأنها دايما بتواجد مع الفريق وكان عندهم طبوح من الفريق فوزي العام الماضي الدوري ولكن هذا العام لم يتواصل الأداء الجاية لم يتواصل بشكل عام مستوى الفريق اللي احنا كنا متوقعينه هذا الموسم وبالتالي مؤثر سلبيا على الحضور الجماهيري في مباراة الدورة على المستوى المحلي لكن المباراة العربية بعد نتيجة التعادل الاثنين في السمولة لأن القرعة خدمته والكلام ده بعد محاول نتيجة اثنين الجدد ده أمل بالنسبة للعيبة والجهاز الفني أنهم يقدروا يعملوا حاجة هنا في الإمارات والجدد بالنسبة لإدارة النادي لأن الفوز ده هيغير حاجات كتيرة لو حالت خرجوا بنتيجة إيجابية مع الأهلي أو تخطوا الأهلي هيبقى له نتيجة إيجابية جدا على مستوى الإدارة لكن بشكل عام إدارة النادي الواصل تتعامل مع الموضوع على أنه هو تجمع عربي كبير بيرحبه بالأهل هو يبقى الفوز والخسارة مثل أنا النهاردة كنت أتكلم مع الشيخ بطب المكنوم اللي هو رئيس النادي الواصل طابق واللي هو 25 سنة يرؤس النادي قال إحنا لا يهمنا الفوز والخسارة قدام الأهل المصري إحنا يهمنا أن ننهر بشكل كويس وأن يكون أداءنا مقنع ونقرب رضيين عن الأداء وليس النتيجة صحيح مشكورة جدا أستاذ ريدا سليم استحفي بجريدة الاتحاد الإماراتين وارتنا أكيد في كلام في الميديا ونرجع مرة تانية ونكمل معاكم تفاصيل أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت والبداية دايما بنتديها من الموقع الرسمي لنادي الأهلي اللي قال أن خالد الدرندري أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات تأكد على أهمية مباراة الفريق بكرة أصد الوصل الإماراتي في إياب دور الستاشر لبطولة كاز دايد للأنداء الأبطال وقال كمان أن النادي الأهلي بسعى أنه يفوز عشان يتأهل للدور التالي وأنه عنده ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبة عشان يقدروا يساعدوا جماهير النادي الأهلي الدرندري كمان شدد أن في حالة من الإصرار والعزيمة عند الجهاز الفني وعند اللعيبة عشان يقدروا يحققوا الفوز ويقدموا مباراة جيدة بتليق بالنادي الأهلي وهو دا اللي ظهر بوضوح خلال تدريبات الفريق مبارح رئيس بعثة النادي الأهلي قال أن الأجواء جيدة جدا فظل حرص مسؤولين الوصل الإماراتي على تلبيت كل طلبات النادي الأهلي وتوفير أقصى درجات الراحة وده الأمر اللي بيساعد الفريق أنه يحقق هدفه وطبعاً نحن متعودين عليه من الأشقاء الإماراتيين كمان موقع يلا كورة قال أن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي كشف عن قوة الوصل الإماراتي في خط هجومه ولا بيضم عناصر مميزة ما بين صفوفه يوسف كمان قال أن فريقه بيحترم جميع المنافسين وشدد أنه هيخول مباراة الغد على هدف واحد بس وهو تحقيق نتيجة الفوز القائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي كمان قال أن الجهاز الفني بقية ماترس كارتيرون عكب خلال الأيام اللي فاتت على دراسة فريق الوصل الإماراتي من خلال مشاهدة أكتر من مباراة لي بجانب لقاء الذهاب عشان يقدروا يحطوا الخطة المناسبة للمباراة كمان جاء موقع الشروق قال أن بيصل وليد أزارو لعب الفريق الأول لكورة القدم في النادي الأهلي للإمارات عشان ينضم لبعثة النادي الأهلي استعدادا لمباراة الوصل وهيكون في استقبال اللعب سمير عدلي المدير الإداري للفريق ولم يتمكن أزارو أن هو ينضم لبعثة النادي الأهلي في القاهرة بسبب ارتباطه بمباراة مع منتخب بلده كمان موقع اليوم السابع قال أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أكد جهزية حسام عشور كابتن الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي وقال كمان أن اللاعب تعرض للإصابة مباراة بكدمة في صباح رجله الشمال أثناء مشركته في التدريبات ولم يستطيع أن هو يكمل التدريبات وخضع لفحوصات طبية وقتها وطبيب النادي الأهلي كشف أن عشور خضع للعلاج أمس وتحسنت حالته بشكل كبير وبقى جهز خلاص للمشاركة في تدريبات الفريق النهاردة ووضح كمان أن ما فيش أي إصابات ما بين صفوف اللعيبة والأمور بتسير بصورة جيدة الحمد لله كمان موقع دوت مصر قال أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الأهلي طلب من لعيبة الفريق أن هم لازم يبدلوا أقصى جهد عندهم في مباراة الواصل الإماراتي عشان يحققوا الفوز ويساعدوا الجماهير العشقة للنادي الأهلي وأكد كمان كارتيرون للعيبة أنه هو واطق جدا فيهم ومستني منهم الكثير في الفترة الحالية موقع الوفد كمان قال أنه يختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي النهاردة يوم الأربع بالليل استعداداته لمواجهة الواصل الإماراتي لعيبة النادي الأهلي خاضوا تمرينهم الأول إنبارح في الامارات استعدادا لمباراة الغد علما بأن لقاء الدهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب برج العرب في اسكندرية كمان موقع البوابة قال أو آلة الفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي بيخصص فقرة لدربات الجزاء في نهاية التمرين مساء اليوم الأربعاء طبعا وده آخر تدريب للفريق قبل اللقاء بكرة بإذن الله على نفس الملعب اللي هتقام عليه المباراة كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن باترس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عمل مؤتمر الصحة في النهاردة بقاعة المؤتمرات في أستاذ زعبيل عشان يتكلم عن مباراة النادي الأهلي والوصل الإماراتي ومعه حسام عشور كابتن الفريق واتكلم كارتيرون عن المباراة وعن دوافع الفريق للفوز بها عشان تأهل الدور الثاني للبطولة كمان الموقع الرسمي لنادي الأهلي قال أن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في نادي الأهلي أبدى ساعته بتحقيق فريق القطاع نتائج مميزة في بطولة الجمهورية ومنطقة القاهرة من بداية الموسم وأكد أن النجاحات دي نتاج عمل واجتهاد المنظومة بأكملها متمثلة في اللاعبين والمدربين والإداريين والأطباء والعمال وقال كمان كابتن فتحي مبروك أن فريق القطاع بيتطور بشكل ملحوظ وأن هو بدأ معهم من الموسم بشكل جيد وبدأت أن هو يتدارك نفسه ويستعيد زمام الأمور وأصبح بيقدم مستويات مميزة وأكد كمان كابتن فتحي مبروك أن قطاع النشائين بيمتلك الكثير من المواهب اللي عندها قدرة أنها تمثل الفريق الأول لنادي الأهلي ولكن هو شايف أنهما لست في حاجة لاكتساب بعض الخبرات من أجل اللعب في بطولات الدرجة الأولى زي الدوري الممتاز وكاس مصر وقال كمان أنه هو بيأمل الكثير في هذا القطاع وأنهما إن شاء الله هيمثلوا نادي الأهلي في البطولات القرية في المستقبل دلوقتي هنروح معاكم للأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج لكن الأول هنروح للإمارات اللي زملنا هناك كريم أحمد مراسل قناة النازي الأهلي اللي هيقول لنا وهيطمننا عن آخر أخبار فارقنا هناك قبل اللقاء المهم والمرتقى بأكيد بكرة مرحب بك يا شيما في البداية وبكل السادة المشاهدين جمهور النادي الأهلي في كل مكان أجواء يمكن خاصة جدا هنا في فندق الإقامة مع بعثة فريق النادي الأهلي استعدادا للمبراطة الأهلي والوصلة الإماراتي إن شاء الله كون مبراطة من نصيب النادي الأهلي استعدادات على قدر من وصاق بالنسبة لها الجهاز الفني واللعبين زي ما أكدنا وقلنا قبل كده شيما جلسات منفردة وجلسات جماعية بين اللعبين أيضا كمان محضرات فنية مستمرة ومحضرات أيضا كمان نفسية لكل اللعبين للنادي الأهلي الحقيقة في جو تركيز كبير جدا أهمية الموراة كلمنا عليها مباراة غاية في الصعوبة قبل كده يمكن اتنين اتنين النتيجة الأولى في القاهرة بجانب كمان الظروف المحيطة بفريق النادي الأهلي الإخفاق فيها البطولة الأفريقية فيه طبعا جمهور النادي الأهلي يمكن كان في حالة حزن كبيرة جدا خلال الفترة الماضية بجانب لعبين النادي الأهلي لأن أكيد كان حلمنا الكبير هو البطولة الأفريقية ومنها لكأس العالم مالية الأندية لكن خلاص زي ما قلنا لابد تكون مسيرة النادي الأهلي منطلقة إلى الأمام عندنا البطولة العربية عندنا بطولة الدور العام بطولة كأس مصر ولسه كمان البطولة الأفريقية ستنطلق فيها النسخة الجديدة بشكل عام لو بطمن كل جمهور النادي الأهلي اليوم النهاردة يمكن كان مليء بالأحداث صباحا كان اجتماع فني حضروا كابتن محمد يوسف وكابتن سامير عادلي مدير الإدالي لفريق النادي الأهلي الأمور المعتادة بالنسبة لي أجتماعات الفنية النادي الأهلي يرتدي الزي الأحمر بالكامير لنادي الوصل الإماراتي الزي التقليدي والأساسي لهو الزي الأصفر حارس المرمى لنادي الوصل الزي الأخضر النادي الأهلي لزي الأسود عمور كلها طبعا تتع taser اللعبين الجهاز الفني يمكن الكل يكون متواجد أو يصل إلى ملعب المباراة هو ملعب الوصل في وقت واحد الأمور يمكن كلها حتى الاجتماع الفني كانت ماشي بشكل طيب جدا عقبها مباشرة المؤتمر الصحفي الأول لمستر باتريس كارتيرون والكابتن حسام عشور لكن في تساؤلات كبيرة جدا طبعا من الصحفيين سواء المصريين اللي ممكن متوجدين هنا في أحد الجرائد والمواقع طبعا الإماراتية وأيضا كمان الصحافة الإماراتية اللي ممكن تم بشكل كبير جدا بها هذه المباراة بشكل عامل وعلى الملخص أسئلة كثيرة جدا طبعا كانت من نصيب مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الناس قلته طبعا يمكن أنت هل الآن شوية من المباراة المباراة بالنسبة له هم جدا هل كان عنده في دماغه أنه هو ممكن يكون يرحل من النادي الأهلي بشكل أو بآخر يمكن راجل جاوب قال يكفي أن أنا تواجدت فيه النادي الأهلي ويكفي أن أنا تواجدت به هوية النادي الأهلي في هذه الظروف وفي هذه الأمور خلال الفترة الماضية كمان الناس اتكلمت قالت له غيابات كثيرة بتضرب فريقة النادي الأهلي هل شايف الغيابات دي هباليها تأثير قال أنا بعد اللاعبين بشكل كبير عندنا كل اللاعبين جاهزة اللاعب ليكون متواجد في تشكلة النادي الأهلي سيبزل كل ما في وسعه طبعا ليه تحقيق النصر والبطولة إن شاء الله البطولة العربية أكيد هدف دلوقتي بنسبة للمستر باتريس والكابتن محمد يوسف وأيضا كمان لعبي النادي الأهلي يمكن كمان عقب هذا المؤتمر مؤتمر كابتن حسن العبدولي المدير الفني المواقع طبعا ليه فريق نادي الواصل الإماراتي يمكن ناس اتكلمت قالت امتحقت نتيجة إيجابية جدا في المباراة الأولى شايف المباراة الثانية ازاي ناس اتكلمت على الجمهور حضور الجمهور بالنسبة لنادي الواصل والنادي الأهلي قال يمكن كمان في حالة عدم حضور كمان جمهور نادي الواصل الإماراتي هيكون لنا تركيز كبيرا نحاول ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثة زي ما احرزنا فيه قال المباراة الأولى المباراة بمكن اكد ان هي صعبة وقال ان النادي الأهلي من ربع المستحيلات ان انت تكون تحرز هدف فيه على أرض لكن يمكن حققنا كده عندهم أمل وعندهم طموح كبير جدا طبعا ليه هذه المباراة زي ما اكدنا وقالنا الاستاد بيسعى العشرة ألاف النادي الأهلي تخصص له 2500 مقعد والباقي كله طبعا ليه نادي الواصل الإماراتي بإذن الله ثقاتنا كبيرة جدا في كل لعاب النادي الأهلي في الجهاز الفني ان شاء الله تكون المباراة من نصيب النادي الأهلي مباراة بنأكد مرة واثنين وثلاثة غاية فيها الهمية وغاية في الصعوبة لفريق النادي الأهلي وكالعادة يا شيما هنكون معاكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لحظة بلحظة لنألك وليس بأست فريق النادي الأهلي وبختتم معاك سريعا يمكن حتى هذه اللحظة لم يصل وليد أزاره إلى معسكر فريق النادي الأهلي على أمل ان شاء الله يكون متواجد فيه المساء اليوم بإذن الله يكون متواجد فيه المباراة الأمور إن شاء الله بإذن الله تكون في مصلحة النادي الأهلي بغض النظر عن الإصابات وعن الغيابات الكثيرة اللي تدرب فريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون المباراة من نصبنا عودة لك يا شيما شكراً لك كريم أحمد زملنا ومراسل قناة النادي الأهلي من الإمارات طبعاً عن كل ما يخص بعثة النادي الأهلي هناك قبل اللقاء المرتقب والهام بكرة إن شاء الله في دور الستاشر من البطولة العربية بإذن الله يكون الحضم والتوفيق هو حلفنا في هذا اللقاء دلوقتي نطلع معاك وسريعاً لفاصل وبنرجع نكمل معاك بقيت فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معنا رجعنا سريعاً ولسا مكملين معاك وفقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاك دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج وهنبتدي معاك بأهم العنوية البوابة نيوز كورسي النائب يشعل الأجواء في الجبلية قبل جلسة 4 ديسمبر اليوم السابع اتحاد الكوري يحدد يناير المقبل موعد مبدئي لمباراة السوفر البوابة نيوز عمر حسين لن يتم إلغاء الدوري مهما كانت الأسباب اليوم السابع اتحاد الكوري يؤجل تطبيق الفار للموسم المقبل بسبب التكاليف بوابة أخبار اليوم أجاري مروان محسن أفضل مهاجم في مصر الفجر أجاري باهر مفاجأة وطاهر قوي وصلاح محسن سابق سينيو الوفد أجاري هذا هو مقاله لي كوبر عندما توليت تدريب منتخب مصر سوفر كورا أجم كولومبي الوطن سبورت مجلس أنفي يحسم مصير الجهاز الفني اليوم الوطن سبورت اليوم البارلمان يكرم منتخب الصلاة بعد برونزية أولمبياد الشباب الشروق عمدة نجريك صلاح سدد اشتراكات عضوية مركز الشباب وسيمارس حقه بعد عام فيتو مانيا تمنى الفوز على محمد صلاح في جيزة البي بي سي وان تري صدمة تنتظر محمد صلاح في الانتقالات لبرشلونة الشروق جامهير لستر ترفض التعاقد مع النيني سكاي نيوز ضربتان لباري سان جرمان قبل موقعة ليفر بول هاس الأسبانية ثغرة في عقد دامبلي مع برشلونة قد تعرق البيع نروح معاكم لتفاصيل أهم العنوين اللي قلناها لحضراتكم دلوقت نبتدي من اليوم السابع اللي بيتكلم طبعا عن الأخبار المحلية وقال إن حدد مسؤولي اتحاد الكرة شهر يناير اللي جاي معاد مبدأي لإقامة السوفر المصري واللي هيجمع ما بين الأهلي والزمالك هيتم تحديد المعاد النهائي خلال الأيام اللي جاية ومعرفة مصير الناديين في البطولات المشاركين فيها زي البطولة العربية والبطولة الأفريقية عشان يحددوا معاد للسوفر كمان البوابة نيوز قالت إن كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلية إن الكلام عن إلغاء مسابقة الدوري ملوش أي أساس من الصحة ومش هيحصل مهما كانت الأسباب خاصة طبعا إن المسابقة دي بتعتبر الإعداد الأهم للمنتخبات الوطنية في الفترة اللي جاية كمان قال إن المسابقة هتكتمل برغم ضغط المباريات والارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات في الفترة اللي جاية ولكن لن يتم إلغاءها كمان موقع اليوم استابع قال إن قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل تطبيق تقنية الفيديو أو الفار للموسم اللي جاي بسبب عدم التعاقد على المعدات والأدوات الخاصة بها لحد دلوقتي بالإضافة طبعا لرغبة المجلس في تطبيق التقنية بشكل سليم لعدم حدوث أي أزمات ممكن تعكر صفو بطولة الدوري أو كاس مصدر كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن خفير أجيري مدرب المنتخب قال إن مروان محسن كان أفضل لعيبة منتخب مصر في نهايات كاس العالم روسيا 2018 وقدم أفضل أداء صاد أرجوي على وجه الخصوص وقال كمان المدير الفني لمنتخب مصر مروان محسن بيملك قدرات كبيرة ومستحق إنه هو يلعب في الدوري الأسباني أو كمان أحد الدوريات الكبرى في أوروبا إذا كان هذا الأمر يتعلق فقط بأحراز الأهداف فسأعود إلى بلدي فورا وليس هناك فائدة من وجودي هنا كمان الفجر قالت إن المكسيكي أجيري مدرب المنتخب الوطني قال إن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي هو لعب استثنائي فبرغم صغر سنه لكن بيشعر إنه هو بيتواجد في الملعب من 15 سنة قبل كده وقال كمان لو قمت بجلب وكيل من أوروبا وقلت له كم عمر صلاح محسن سيرد بإنه 28 سنة وليس 20 صلاح محسن بيتمتع بعقلية لاعب كبير برغم سنه صغير وقال كمان أجيري إن طهر محمد طهر لاعب المولين العرب مقاتل وبيؤدي بشكل قوي جدا في الملعب كمان الوفد قالت إن أجيري أكد إنه هو أو وجد إن اللاعب المصري بيفهم التعليمات الفنية وبينفذها بالشكل ممتاز وإنه لاعب سريع الاستيعاب أجيري كمان قال إن المدرب السابق للفرعنة هكتور كوبر قال له إن اللاعب المصري بيحب إنه تتدربه لإنه بيطبق التكتيك الحرفي وقال كمان تحدثت مع كوبر عندما توليت مهمة تدريب منتخب مصر وقال لي إنه لم يواجه أي مشكلة من النواحي الفنية وتطبيق أفكاره وهيساعدني ده على الشغل بطريقة كويسة جدا كمان موقع سوبر كور قال إن أتم مسؤولي نادي الإسماعيلي التعاقد مع مهاجم كولومبي خلال الفترة الحالية عشان يدعم صفوفه خلال الانتقالات الشطوية في يناير القادم وحل أزمة العقم الهجومي في الدور التالي من عمر المسابقة وبيتكتم طبعا دلوقتي مسؤولي الدرويش على اسم اللاعب وأنا دي عشان مستنين لحد ما يتفتح باب الانتقالات الشطوية ويقيدوا اللاعب في خائمته وبيعاني طبعا الإسماعيلي من أزمة في خط الهجوم من ساعة مرحل الثنائي كالديرون وإبراهيم حسن مطلع الموسم الجاري بخلاف طبعا فشل التونسي سعد الجزيري والكاميروني من دوجة في تقديم أوراق اعتمادهم مع الدرويش لحد دلوقتي كمان الوطن سبورت قال أن نظامة لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب احتفالية لتكريم منتخب الشباب لكورة الصلاة بعد ما توج بالمدالية البلونزية خلال ألمبياد الشباب الأخيرة في الأرجنتين ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب في حضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هشام صالح والعامين كمان الشروق قالت أن ماهر شتيح عمدة قرية نجريج وهي طبعا مسقط رأس النجم محمد صلاح والموظف بشباب والرياضة إنما أثير حول شط بمحمد صلاح من عضوية مركز شباب عار أو عاري تماما من الصحة وأكد أنه لما بيدور في الكشوف وده طبعا اللي بيحصل عادة قبل أي انتخابات لمراكز الشباب والأول مرة بيتم تزديد الاشتراك والمتأخرات لمحمد صلاح باعتبره عضو عامل من 3 أكتوبر الماضي وقال كمان أن القانون الهيئات الرياضية لا يجيز الإدلاق بالأصوات أو خود الانتخابات قبل مرور عام كامل على العضوية وكل ما يتردد أن عدم سداد الاشتراك كان سبب في استبعاد النجم العالمي لمجرد الشائعات لأنه لا يملك أحد بما فيهم طبعا وزير الشباب والرياضة استبعاد أي عضو ماشي محمد صلاح موضوع مهم جدا بصراحة أنه تشطب أولئة من عضوية مركز الشباب طيب بابيتو كمان قالت أن اتكلم السنغالي ساد يوماني مهاجم فريق ليفر فولو ومنتخب السنغال عن المنافسات مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني على الفوز طبعا بجيزة أفضل لاعب أفريقي وده أو دي الجيزة المقدمة من هيئة الإداءة البريطانية البي بي سي قال ساد يوماني في تصريحات أن الجيزة دي هي المرة الرابعة اللي بيتم ترشيحه فيها كأفضل لاعب أفريقي وإن ده حاجة بتديره طبعا حافظ لمواصلة العمل بشكل كويس جدا في كل سنة وقال إن هو بيتمنى إن هو يتفوق على محمد صلاح ويفوز بالجيزة وترشيح محمد صلاح وماني للفوز بالجيزة دي إضافة للثلاثين مهدي من خليد وكوليبالي وتومس أمرتي طبعا استحيل حد تاني يفوز بها غير محمد صلاح وراءه 110 مليون بيصواتوله للنهار كمان وان ثري قالت إن كشف تقارير صحفية أو كشف التقارير صحفية أسبانية إن عثمان دمبلي هيتكلم أو هيعمل مشكلة جديدة في نادي باشلونة الأسباني بسبب بند في عقده البند اللي في عقده ده بيقول إن المشكلة إن هم عنده مشكلة إن هو طبعا يتنقل لنادي آخر قالت الصحيفة دي الألمانية إن باشلونة هيواجه مشكلة كبيرة في حال إن هو باع دمبلي خاصة طبعا إن اللاعب كلف خسينة النادي الكتالوني حول 105 مليون يورو بالإضافة طبعا لبعض المنحة الأخرى في حالة إن هو أحرز عدد محدد من الأهداف أو حقق أي ألقاب وهتكبره البنود دي بنود باشلونة إن هو يفكر كويس جدا قبل بيع اللاعب الفرنسي فضل استمرار تعاقد اللاعب مع الفريق الأسباني لحد عام أو لحد يونيو 2022 وفي حالة بيع اللاعب قبل المعدة فهيدفع باشلونة لإدارة بروسيا دورتموند مبلغ 40 مليون يورو طيب دلوقتي سريعا هنروح مع حضراتكو لأهم اللي حصل في السوشل ميديا من المرحل النهاردة وهنبتدي بمشيل سالجادو مدرب المنتخب الوطني واللي نشر على الانستجرام صورة من زيارته للمتحف الكبير وكتب من داخل المتحف المصري الكبير الذي سيتم الافتتاحه في 2020 لا تفوته فرصة تزيارته إنه ببساطة لا يصدق كمان نشر أيرفي رينار مدرب المغرب صورة من مباراة تونس الودية واللي خلصت واحد سفر لأصود الأطلسي وكتب مرة أخرى أهنق اللعبين والجهاز الفني بالفوز على تونس كمان نشر البرازيلي وولين لعاب تشيلسي صورة على الانستجرام من مباراة البرازيل الودية مباراة مع الكاميران واللي انتهت بفوز السلساء واحد سفر وكتب فخور بالدفاع عن منتخبنا مرة تانية الآن يمكننا الاستمرار في التطلع للأمام واللي عمل على التطور شكرا لكم جميعا لنهتف هيا يا برازيل كمان نشر التشيلي على أكسس سانشيز لعب المان يونايتد صورة مع طفل من مشجعي بعد مباراة الهندراوس الودية والانتهت بفوز تشيلي أربعة واحد وكتب براءة الأطفال هي واحدة من الأشياء الأكتر جمالا كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريسان جرمان الفرنسي على انستجرام صورة لللاعب الفرنسي إمبابي والأروجوياني كيفاني من المباراة الودية أمبارح واللي انتهت بفوز ديوك واحد سفر برضو احتفلت صفحة نادي تعطينا من الإنجليزي على تويتر بأداء لعبة الفريق هوجو بوريس الحارس وموسا سيسوكو مع منتخب فرنسا وكتبت شباك نظيفة وفوز لهوجو وسيسوكو مع منتخب فرنسا كمان نشر روبرتو منشيني مدرب منتخب إيطاليا على تويتر صورة من مباراة أمريكا الودية واللي انتهت بفوز إيطاليا بهدف وكتب سعيد جدا باللعبة والإيطاليين اللي حضروا في الاستاذ الفوز بيعطينا الثقة لإغلاق صفحة عام 2018 جيدا إلى اللقاء في 2019 أما صفحة فوري امج على الانستجرام فنشرت صورة للعب لوك مودريتش لعب المدريد الأسباني ومنتخب كرواتيا وكتبت الساحر الكرواتي كمان نشرت صفحة بلاتشير على الانستجرام صورة من مباراة الأرجنتين الودية مع المكسيكو انتهت بفوز راقصي تانجو 2-0 وكتبت أول هدف زي كاردي مع الأرجنتين أول هدف لدي بالا مستقبل ما بعد مستي ليس قائما وكمان نشرت صفحة الليجة على الانستجرام فيديو مهاري لوحدة من الفتيات وكتبت اللعبة الجميلة هلنشوف الفيديو مع بعض طيب مش هنشوف الفيديو دلوقتي خلونا نكمل الأول بقية الصور اللي عندنا على الانستجرام نشر الويلزي جايد بيلا عبيال منريد الأسباني صورة على الانستجرام من المباراة الودية مع ألبانيا واللي انتهت بفوز ألبانيا 1-0 وكتب نتيجة محبطة للغاية ولكن نشكركم جدا لكل من سافر من أجلنا كمان كتب النجم الفولندي لبند عسكي بعد مباراتهم في البرتغال في دوري أمم أوروبا والانتهت بالتعادل واحد واحد برافو يا رجالة وبرافو للفري كمان نشرت صفحة أيسي ميلان على تويتر فيديو لفيديو وهو بيتدرب مع ابن لوكا تعالى نشوف الفيديو ونرجع تاني موسيقى 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 في منشستو يونيتد على تويتر فنشر صورة لللاعب المعتزل نكبات وكتب في متى هذا اليوم سنة 1992 سجل نكي أول في أول ظهور لي بقميس اليونيتد موسيقى أخيرا الحساب الرسمي لنادي وبنتس الإيطالي نشر صورة لللاعب مايس كين بيهاني على انضمامه للمنتخب الإيطالي وكتبت هانينا للعب مايس الذي أصبح أول لاعب يولد بعد عام 2000 ويشارك في المنتخب الإيطالي الأول مايس كين هو طبعا من موليد 18 فبراير سنة 2000 عنده الآن 18 سنة بصدفت موسيقى مشاهدين معدنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نتقبل دفنه النهاردة أستاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كون موسيقى موسيقى الآن نادي القرن موسيقى منورنا في كلام في الميديا وأكيد منورنا طبعا في قناة الأهلي موسيقى موسيقى طيب عايز نتكلم النهاردة عن حقيقة كتير أوي وأكيد طبعا هيكون أهمها لقاء الهام والمرتقى بكرة إن شاء الله في دور الستاشر في البطولة العربية أقلقاء النادي الأهلي والوصل الإماراتي طبعا الدهاب هنا انتهى في برج العرب بنتيجة إيجابية تعادل الإيجابي طبعا أكيد النتيجة دي ما كانتش في صالحنا أو ممكن في بعض الناس شايفين النتيجة دي ما كانتش مش مطمئنة للقاء القادم انت شايف بكرة اللقاء ده يكون عامل ازاي طبعا النتيجة هنا مش مطمئنة خالص لكن طبيعي جدا المباريات اللي زي دي في المستويات القوية اللي زي دي بتبقى ما بيفرقش بالنسبة لك اللعبة على أرضك أو خارج أرضك وخاصة أن انت هتلعب في الإمارات طبعا أرضك برضو زي ما برج العرب أرضك المشكلة دلوقتي هي نفسية بحتة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي الخروج أو خسارة اللقب الأفريقي أعتقد مؤثر كثير جدا على لعيبة النادي الأهلي وعلى جماهير النادي الأهلي فالمكسب بالنسبة لجماهير الأهلي مش الخروج بنتيجة تؤهله لا المكسب يعني لازم تكسب الموتش مش لازم تسعد الدور الثمانية الفرق كبير بين الاثنين انت رايح لازم تثبت انك انت خلاص عديت فترة عدم الاستقرار اللي عدت بعد هزيمة الترجي وتقدر تكسب تاني لأن انت بعد كده عندك دوري حيبقى قوي جدا المنافسة حيبقى قوية جدا عندك مؤجلات كتير لازم تفوز بيها مرة واحدة وراء بعض وتستمر في المنافسة على البطولة العربية وتفوز بيها لأن جمهور الاهلي مش حيتحمل خسارة بطولة تانية خلال السنة صحيح استحيلة فطبع البطولة صعبة هل ليه اسألك بردو هل تتوقع ان هيكون فيه اي تغييرات كبيرة جوة تشغيل خاص بكالباترس كارتيرون في اللقاء بكرا ان شاء الله لا ما اعتقدش لان كارتيرون واضح جدا من اسلوب ادارته للمباريات ان هو مش من الناس اللي بتعمل المفاجئات في التشكيلات بتاعته يعني هو عنده المجموعات بتاعته سبتة التكتيك بتاعه بيتحرك في افراد معينة محفوظين بالنسبة له او هو محفظهم اللعب بتاعه وخاصة ان كمان ان القايمة في زل الاسابات وفي زل الغيابات اللي هتبقى موجودة ما فيهاش تحرك كتير معرفش تحرك كتير فما اعتقدش ان العمليات هيبقى فيها اي مفاجأة لان المفروض ان كل اللعيبة جاهزة للمباراة الصعبة دي حاس ان اللعيبة محتاجة ان هي تعملها شحن نفسي قبل هذا اللقاء لها طبعا هو الموضوع كله نفسي بحت لان انت بطولة افريقيا كاب بالنسبة للعيبة وبالنسبة الجمهير الاهلي شيء كبير جدا انت كنت بتسعي البطولة مهمة جدا فخسارتها طبيعي جدا انها تأثر سلبيا لبعض الوقت على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى الجمهور يعني انت حتى لما بتتبعي تعليقات جماهير الناد الاهلي على السوشيال ميديا كتير منهم مشايزين تفرغوا على كورة اصلا لحد الوقت يعني فهيرجعوا مع عودة الاهلي في المباراة بتاعة الوصل فهي دي هتبقى الضغط النفس الشديد على اللعيبة وتمنى ان هم يخرجوا منه بسرعة يعني شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي شايف مين فرص مين اللي اكبر في هذا اللقاء طبعا مع طبعا وجود نتيجة الذهاب اتنين اتنين نتيجة نتيجة دي غير يعني مش موجودة في صلاحنا بصراحة لا انا شايف ان المباراة اعتقد لو تم شحن اللعيبة كويس هيبقى هما نزلين عارفين ان هما لازم يكسبوا المباراة ما فيهاش جدال يعني الدور الكبير هيبقى على جمهور الاهلي في الامارات لان طبعا هيكون متواجد بقوة لمسندة النادي الاهلي انا شايفين ان يعني بحسب اللي بيحصل هناك ان فيه جماهير كتير اوي جماهير النادي الاهلي بتحاول ان هي تروح للمباراة ويمكن كمان العدد المخصص لجماهير المصرية او الجالية المصرية اللي بتشجع النادي الاهلي قليل حوالي 2300 تذكرة لان كمان الملعب مش بيساعي اكتر من 9000 مشاجهة ده هم هيخش على انهم هيشجعوا الوسط وهشجعوا هيتصرفوا يعني لكن هي جمهور الاهلي هناك في الامارات هيبقى عليه دور قوي جدا لان اللعيبة محتاجة محتاجة دعم خلال المباراة دي وخاصة النتيجة صعبة يعني نتيجة اتنين اتنين دي صعبة يعني صعبة صعبة على اللعيبة في الملعب فنيا شايف الوصل ازاي هل الوصل بتفوق على النادي الاهلي فنيا وايه الخطورة اللي فيه لان احنا ما اني لما شفنا اللقاء شفنا لاحزنا ان فيه تلات لعيبة برازلئين هم دول يعني مركز قوة الوصل شايفنا ان خط هجومه هو قوته خط هجومه هو قوته فعلا ولازم عشان تلعبي عليهم لازم تحجميهم من يعني ما يبقاش فيه الطريقة القديمة بتاعت مان تومان او حد مسك حد والكلام اللطيف ده لازم يبقى فيه تأفيل عليهم من النص الملعب يعني او حرف توقف الناس دي ما توصل لهم شكرة اصلا وهو دول الخطورة بتاعتهم تقريبا برضو كانت في المباراة الاولى الى جانب ان انت في المباراة الاولى الاهلي ما كانش موفق تماما يعني الاهلي كان بعيد خالص عن المباراة فنية يمكن كانت نتيجة اللقاء ده غير متوقعة بالمرة بالنسبة حتى لجماهير الوصل الامراتي يعني هم ما كانش متوقعين ان دي الاهلي ممكن يتعادل بهدي النتيجة اصد الوصل الامراتي حتى لما وقعتنا القرعة مع الوصل الامراتي يعني كانوا الناس بيوصفوا هذا اللقاء بان الاهلي عنده فصحة قدام الوصل الامراتي اه طبعا لا ما كانش حد متوقع خالص ان المباراة توصل او تتأزم بالشكل اللي احنا شفناه ده لكن هي الكرة كده يعني الكرة ساعات يعني برضو انت في الترجي بعد ما كسبت هنا ثلاثة واحد كله رايح هناك على ان خلاص البطولة حسمت لكن هي ما فيش كرة الكلام ده خلاص انتهى يعني وفيش حاجة اسمها فريق صغير وفريق كبير او فريق عنده خبرات وفريق ما عنده خبرات هو الملعب دلوقتي هو اللي بيحدد منه هو الفايسل حقيقي حتى فريق الوصل الامراتي في الدور اللي فات اتعادل مع الاتحاد السعودي واحد واحد على ملعبه ورجعوا في لقاء الاياب صفر صفر برضو كانت عادل سلبي ما هو هي هي يعني هو الفريق مش مش تقيل بلغة الكرة يعني فريق يعتبر من الفرق المتوسطة كرويا يعني في المشتوى الاتحاد يعاني السنة دي كمان في الدورة لا الاتحاد اوه اتحاب يعاني بقاله فترة طويلة مش مش السنة دي بيصل اتحاب يعاني بقاله فترة فعشان كده الحكم على فريق الوصل هو احنا شفنا ان الفريق قوي النادي الاهلي كان سيء جدا في مبارات القاهرة هنا او اسكندرية صحيح يمكن الاهلي كان بيصب كل تركيزه في مكان واحده كانت البطولة الافريقية صحيح يمكن هو ده اللي خليما ينزل ما يكونش مستعد للقاء الوصل بطريقة مناسبة وهو ده يمكن السبب النتيجة الايجابية او التعدل الايجابي واحد واحد طبيعي جدا طبعا كل اللعيبة وكل الجمهور وكل اللعيبة وكل الناس كلها كانت مركزة في مبارات الترجي صحيح او كان قبلها بقى مبارات الدور قبل النهائي الاول فطبعا كان كله مركز في البطولة افريقيا وبالتالي ده طبيعي ان هو يحصل ان بعض اللعيبة تركيزها يقل شوية في المبارات وهو ده اللي عمل للنتيجة اللي احنا شفناها صحيح كل تصريحات باترس كارتيرون من امبارح للنهاردة وحتى من قبل لقاء ان هو مستعد للقاء الوصل ابتدى ان هو يتابع كل اللقاءات الوصل يمكن عشر لقاءات فاتوا للوصل الاماراتي في الدوري الاماراتي او حتى في البطولة العربية بالاضافة طبعا للقاء الوصل الاماراتي مع النادي الاهلي هنا في برج العرب شاف ملخصات المبارات دي ومستعد بحسب كلامه جدا لهذا اللقاء اتمنى ان هو يكون ذاكر الموضوع كويس ويكون مجهز الناس او اللعيبة شاف ممكن يغير طريقته في اللعبة يعني بوسي ما بحبش اتدخل في حتة هو هيعمل ايه في الملعب دي قوي لان دي قراره في الاخر وهو اللي هتحمل مسؤوليته لكن اللي لازم يكون عامله كويس اوي ويكون مركز عليه كويس اوي ان هو يخرج اللعيبة من الحالة النفسية اللي هم كانوا فيها يعني هو ده الدور الاساسي ليه خلال المباراة دي تلعب بلا ضغوط وده دور مش سهل ده دور صعب جدا في الوقت اللي احنا فيه ده دور صعب جدا نهار ده باترس كارتيرون في اللقاء الصحفي اللي هو طبعا بيسبق دايما المباراة قال ان الفريق مش محتاج تأهيل نفسي ولا اي حاجة قال انه هو عنده استعداد وعلى اتمنى استعداد انه هو يرجع يسعد الستين مليون اهلاوي مرتا لازم يقول الكلام ده يعني هو من ضمن الاعداد النفسي ان هو يقول الكلام ده هو لازم يقول ان اللعيبة كويسة مفيش مشكلة نفسية عندنا وان احنا حنرجع نكسب تاني هو ده ده لازم يتقول لكن هل في الغرف المغلقة بقى هو اشتغل على الموضوع ده واللي هو كلامه بس هو ده اللي احنا عايزين نشوفه اكيد هو ده اللي هنشوفه خلال اللقاء طيب بشكل عام تقييمك ايه لباترس كارتيرون يعني باترس كارتيرون بعد ما انتهت البطولة الافريقية بخصارة النادي الاهلي للقب اللي طبعا علي امال كبيرة جدا قبل الجمهور والادارة توجه له كثير من الانتقادات وكثير من اللوم يمكن هو اتحمل كثير من المسئولية شايف باترس كارتيرون تقييمك ايه لباترس كارتيرون ومشواره مع النادي الاهلي من ساعة متى ولا هذا المنصب انا شايف ان هو مسك الاهلي في ظروف صعبة جدا عارف يخرج بالفرقة من بعض المشاكل اللي كانت في بداية المشوار الافريقي وقدر يوصل بيهم للمباراة النهائية لكن احنا ما كناش او جمهور عموما كانوا ياخد المكسب بيداري شوية عيوب كانت موجودة في الفرقة فما كناش بناخد بالنا ان الاداء ده ما ينفعش يكسبك بطولة كبيرة زي دوري ابطال الافريقية فاللي حصل في النهائي ان احنا ان لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني اتصدموا يعني لقوا ان هما لما بيخسروا لعيبة في النص او حد بيغيب لاي سبب من الاسباب حد بيقعب السابة مشأك لا يوجد بديل أو النادي الأهلي لا يوجد بديل. هذه مشكلة كبيرة. المشكلة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي يطول عمره وعنده فرقتين. طبعاً أكثر كمان. عندك اللعيبة اللي هو لما يطلع لعيب من الملعب غير لو كان فيه ميسي أو محمد صلاح رونالد والحاجات الأسماء الكبيرة قوي. وانت ما عندكيش الأسماء دي دلوقتي في مصر كلها يعني مش في الأهلي بس. فكونك أن أنت الناس بتحس أنك أنت متأثر قوي بغياب لاعب أو اثنين دي مشكلة كبيرة كان المفروض هو يشتغل عليها. ما يشتغلش عليها كويس. للأسف الشديد. لكن الجانب الآخر أنه لا. هو ياخد سكواد أو قيمة يعني مش قوية جداً. وعارف يوصل بها لنهاية أفريقيا. طبعاً يعني الناس اللي هتقول إن إنجاز ده مش إنجاز بالنسبة للنادي الأهلي. ده عادي. أنك أنت بتنافس على بطولة أفريقيا ده شيء عادي طبيعي يعني. فالإنجاز إنك لازم تكسبها. فهو ما عملش إنجاز لحد دلوقتي. فنقدر نحكم عليه إمتى لما يخلص الموسم ده كله. ونشوف الرزلت بتاعته عاملة إزاي. لأننا دلوقتي ما نقدرش نحكم عليه. لأنه عدا فترات صعبة جداً عداها. وفيه فترات تانية وقع فيها. طبعاً سمعنا بعد كده على طول أول الإدارة أخذت القرار بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا بإعادة هيكلة قطاع كرة القدم في النادي الأهلي. وكان الكلام بيتقال وقتها أنه كده كده كان لازم يتم إعادة هيكلة لقطاع الكرة في النادي الأهلي. سواء كسبنا أو خسرنا. لأن هم كانوا شاشين من البداية أن كان لازم يحصل ده. أنا بالنسبة لي قرار ما كانش مفهوم بالنسبة لي. لأنه هو قرار المفروض كان يتخذ من الأول. أو يبقى محتوط له السيناريوهات بتاعته أنه سيتخذ في وقت من الأوقات. لكن هي الإدارة شايفت أنها مثلا ممكن وده أمر يحصل برضو أن هم يهدوا الموضوع لحد ما البطولة الكبيرة تخلص. وبعد كده يبدأوا ياخدوا الإجراءات سواء فزنة أو خسرنا أو حصل أي حاجة. فيبدأ ياخد الإجراءات اللي هو كان عايز ياخدها. كل على الأمور يعني الأمور كلها مشهد. يمكن إعادة الهيكلة في وسط بطولة مهمة جدا زي دوري أبطال أفريقيا ممكن تسبب نوع من عدم الاستقرار أو الشعور بعدم الاستقرار جوه الفريق. فأكيد كان الأفضل أنهم يستنوا لغاية ما يتم حاسم البطولة سواء بالفوز أو بالهزيم. ده عمر ممكن نتقبله جدا لكن هي بقى اللي لازم ناخد بالنا منه إحنا شغالين دلوقتي هو الهيكلة هتبقى بناء على إيه ومطلوب منها إيه. عشان يبقى اللي حيجي أو اللي حيشتغل أو اللي حيمسك المكان اللي حيشتغل فيه يبقى عارف الترجس بتاعته من أول دلوقتي ومحطوطة قدام الناس كلها وعايز هو يروح ليها ويدونه الإمكانيات اللي هو يحقق بيها الأهداف اللي محطوطة له يعني. كابتل محمود الخطيب ربنا يقول له بالسلام يا رب ويرجع قريب جدا ينورنا بقى هنا في النادي الأهلي في القناة إن شاء الله لازم نعمل له احتفالية إن شاء الله بإذن الله بعدما يرجع. أو الله يعني أنت مش فاهم كمية الناس أنا أنا كان يعني عشان أنا بشتغل في قناة النادي الأهلي طول ما أنا ماشي في الشارع الناس بتسألني كابتل محمود عامل إيه؟ كابتل محمود عامل إيه؟ الناس فعلا كلها الآن عليه. طيب كابتل محمود الخطيب قبل ما يدخل أو قبل ما يسافر لرحلة العلاج دي كلف كابتل سيد عبد الحافيز إنه هو يقدم ملف كامل عن كل ما يخص كرة القدم في النادي الأهلي. شايف إزاي تولي كابتل سيد عبد الحافيز مسؤولية زي دي؟ طبعا الأول ربنا يرجع الكابتل محمود بالسلامة وكابتل محمود الخطيب زي ما أنت قلت كده يعني الخطيب بيبو يعني حاجة مش مش مجرد اسم حاجة مش عادية يعني مش مجرد اسم بيتقال أو مجرد حد ليه قيمة يعني. لا بيبو هو اللي عمل الشغف بتاع الكرة جوه مثلا ستين في المائة من الشعب المصري مش جمهور الأهلي. يعني هو اللي خلى الناس تحب الكرة من ضمن الأسماء كان كابتل محمود الخطيب أو بيبو يعني. أنا واحد من الناس يعني قلت اسمه قبل ما أقول اسمه بابا يا الله يرحمه. يعني كنت أقول بيبو دي قبل ما أقول اسمه بويا. فبيبو لأ بيبو حاجة كبيرة أوي أوي يعني. فبنا يرجعوا بالسلامة بالنسبة لكابتن سيد عبد الحافيز عليه مسؤولية كبيرة أوي. يعني سيد ربنا يكون فؤونه بقى لأنه عنده ملف أنا شايف لو اتعمل صح هو المفروض يتعمل في كل الأندية المصرية وفي كل المنتخبات المصرية. بمعنى اللي هو التخطيط الشامل لإدارة الكرة في النادي. بمعنى ربط الفريق الأول بفرق الناشئين بفرق الشباب الصغيرة. إزاي حعرف أعمل عملية تفريغ للفريق الأول من الفرق بتاعة الأعمار الأصغر. إزاي طلع الناشئين بتوع إزاي شوف العيون اللي هتجيب اللعيبة اللي يحتاجها النادي الأهلي في الوقت فلا. إزاي كمان القطاع الناشئين هو اللي يكون بيمدني بشكل أساسي بالمواهب الجديدة. على فكرة ده لازم يتعمل في كل الأندية وفي المنتخب المصري وفي اتحاد الكرة المصري لازم يعملوا كده. لازم في حد عنده بلان عنده خطة كده يطلع بيها الدنيا تبقى ماشية بشكل واضح للناس كلها. فسيد ربنا يكون فيهون يعني. إيش عاية كتير قوي في الفترة اللي فاتت من أول ما تقال إنها هيتم عادة هيكلة لقطاع كورة قدم جوة النادي الأهلي. اسمعنا كلام كتير أخبار كتير إحنا ما نعرفش عنها أي حاجة صفقات كتير وأسامي في صفقات كتير في يناير القادم. شايف الأخبار اللي ملاش أي أساس من الصحة دي ايه هدفها؟ لا ده عادي بقى يعني ده الطبيعي بتاع الحالة اللي احنا عايشنا في البلد بقى لنا فترة طويلة جدا. كل الناس بتتكلم كل الناس يعني بيعملوا مشاكل من لا مشاكل بنلاقي كلام بيتقال على إن فلان مش عايز يعود مع فلان وفلان مش عايز نتعمل مع فلان. وحاجات كتير جدا من الكلام ده وفي الآخر بيطلع كله على يعني مفيش يعني هي البس الفكرة في الأمور اللي زي دي إنك لازم تكوني أنت نفسك مرتبة نفسك كويس. خلال أيام يعني لعب النادي الأهلي مبارياته المؤجلة يمكن مباراة كل ثلاثة أيام في شهر ديسمبر القادم هو كمان أيام فعلا. شايف يعني ضغط المباريات دي هيأثر إزاي على الفريق؟ لا هيأثر جامل طبعا. يعني هيأثر لحد مثلا لحد يناير لما يبدأ الانتدابات الجديدة. لا طبعا تأثير كبير خلي بالك كمان أن أنت اللعيبة نفسها طلعة تعبانا. يمكن عشر مباريات في تلاتة وتلاتين أيام لو أسنونا هم فعلا كل ثلاثة أيام مباراة. أسنونا اتفاجئنا يعني يعني اللي بينظموا البطولة في مصر هم تفاجئوا. أسنونا يقول لك لحاجة إحنا عمليين بنفكر لها كده كده يمين شمال. إحنا مش هنخترع العجلة صح؟ إحنا عارفين الارتباطات اللي فيها الأندية المصرية في بطولة أفريقيا. من بداية من قبل أن نبدأ الموسم. أكيد. وعارفين معاد بطولة أفريقيا اللي جاية. وعارفين الارتباطات بتاعت منتخب مصر. كل ده معروف صح؟ صحيح. فشغلي أو شغل المسؤول يعني أن هو يحط الجدول. صحيح. على فكرة لما تيجي تبص الإنجلترا مثلا عندهم كم بطولة بيلعو فيها الأندية؟ زينا كده مثلا. لا لا أكتر. يعني عندهم مثلا الدوري الأوروبية والدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي والكاس الخيرية. خمسة. وكاس مثلا الناس اللي معديها من جنب الحيط. يعني عندهم حاجات كتير جدا. هل في عندنا مشكلة هناك؟ هل وجد على فكرة؟ أنا عندي تجربة سيئة جدا معاهم أنهم بعتوا لي الدوري لسنتين. مش سنة. يعني بعتوا لي الدوري الإنجليزي لمدة سنتين. السنة اللي إنتي فيها والسنة اللي جاية. بالتواريخ والساعات. فدي مشكلة اللي بيدي. مش مشكلتي أنا. أنا مش حاوض أداري أو أفكر أنت هتعملها إزاي. المفروض أن أنت حضرتك في مكانك عشان تعملها. مش عارف تعملها. مش مشكلة أنا. يعني لكن إن أنا أخلي فريق. مثلا عندك اقتراح تاني. يعني وسأنا ممكن. ما هو أنا ما عنديش الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. هو دلوقتي ما ينفعش غير الحلول دي. هذه البطولة هتخلص شهرة سبتمبر القادم يعني. مفاجأة؟ سنة وشهر. مفاجأة؟ كتير. مفاجأة. يعني إحنا عارفين أو مش عادفين. هو لو عارف. لو عارف ويعرف يزبط الدنيا حيزبطها. بس هو مش عارف. يعني ربني سهل. يعني. طيب مرزبط الكلام عن الدوري المصري عمتاني يعني. شايف المسابقة الغايد دلوقتي عاملة إزاي. شايف إن جديد في المسابقة الشينادي. شايف إن مفيش مسابقة. تبتتكلمي في أكبر نادي في البطولة. في المركز الأخير حتى ما لعبش. يعني هو اللعب كان بقى ماتش اللي. ستة. ستة يعني عنده كان بقى ماتش مؤجل. إحنا دلوقتي في الجولة الخمستاشر. تقريبا. خمستاشر دلوقتي. فأنتي عندك. تسع مباريات مؤجلة. وخلي بالك لسه المصري كمان. صحيح. يعني المصري كمان عنده مباريات كتير مؤجلة. صحيح صحيح. لكن شكل عام يعني إزاي مالك شكل كويس. بادي بشكل كويس. صحيح. برامتز عامل شكل كويس. الجونة. الجونة اللي محدشوها خباله منها. صحيح. عامل شكل كويس جدا. حقيقي. لها شكل شكل حلو. بس محتاجين يتطور. في لقاء ما بين. ودي دجلة وبرامتز. وبرامتز. صحيح. ففي عندها عاملة شكل كويس. بس ما تقدريش تحكمي على قوة الدولي. غير لما البطل يرجع ويخلص المتشاط بتاعته. ونشوف الليسكادي والعمل إزاي. ونشوف المنافسة. ورجوع البطل عشان يلعب التسع متشاط المتأجلة لي. ولا بديل عن الفوز في كل المباريات دي. هو البطل. شايف الدنيا تبقى عاملة إزاي المباريات دي. تبقى عاملة إزاي الضغط البدني على اللعيبة النفسي. يعني بصي. الكفاية الضغط ان انت عندك تسع ماتشاط. ما فيش بديل عن الفوز. يعني لازم تفوز يعني لازم تفوز. هو ضغط عصبي. وبدني. وخلي بالك ان العصبي حيأثر على البدني. أكيد. موضوع طبيعي. فالموضوع لا صعب جدا بالنسبة للعيبة. وبالنسبة للجهاز الفني. وبالنسبة للجمهور الأهلاوي. ان هو يبدأ. يستوعب ان الموضوع ممكن يكون فيه إخفاقات تانية. ممكن يكون فيه تعادل. ممكن يكون فيه أي حاجة. بس المهم نركز أو كل جمهور يركز على آخر الموضوع حيوصل لفين. يعني لازم التركيز يبقى على نهاية البطولة مش دلوقتي. يعني دلوقتي أكيد حيحصل فيه حاجات مش طبعية ليكو للفرقة التانية. أكيد. أكيد بس الآن لو عايز يعني ينهي الدور الأول في مركز متقدم فما فيه. هو احنا عارفين فيه الدور الأول. انتي عارفة. مش عارفة. لا باش نعايز لك على حاجة. يعني كل التصريحات. كل والله كل التصريحات اللي طلع من اه اه اتحاد الكورة المصري بيؤكده. بيؤكده 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 ان الدوري اه هيستمر. الدوري مش هيتلغي. عيب أصلا ذات. الحالي. مكرد اللي هما يقولوا اللي هو بيش هيكمل دي عيب. يعني لو حد كان قالها يعني. عيب طبعا. وقالوا ان الكلام ده كله كله كلام اشعاعات او صحيح وولوش اي اساس من الصحاب. طيب. معنات بلاتي كمان هو على الشاشة التدريب بنادي الاهلي من الامارات حالا يعني هما دلاتي في التدريب. ربنا يوفقهم ان شاء الله. اهم. انت هنرجع نكمل كلامنا عن الدوري المصري. الدوري المصري بقى من اهم الحاجات اللي بتميزه في هذا الموسم. الكوارس التحكمية. يعني كوارس الحكام في الدوري المصري ملهاش مثيل في الموسم الحالي. أما تنهي كده كده في الموسم اللي فاتت برضو كل موسم كده بيبقى ليه لقطة كده ما فيش زيها اتنين يعني ما بتحصلش الموسم الحالي أكيد تلت اربع الأندية في الدوري مصري ممتازة لسعة من التحكيم وإحنا طبعا أكيد النادي الأهلي كان عندنا مشكلة وكان عندنا أزمة برضو في التحكيم شايف الأزمات دي ممكن تنتهي إزاي شايف في طالب الجمهور بيطالب بتطبيقها والأندية بتطالب بتطبيقها والاتحاد رد وإحنا ما عندناش الإمكانات دلوقتي أننا نطبقها ونشيل الموضة ده من دماغه في الموسم الحالي إن شاء الله على الموسم اللي جاي اللي أعلم إمتى يعني هنستخدم التقنية الفار أو الفيديو ولازم لما نيجي نستخدمها نعمل دورة تنريبية للحكام عشان هنعرف نستخدمها بطريقة صحيحة شايف المشاكل دي والأزمات دي تخلص إمتى ولدي يعني عرض مستمر لن ينتهي لا طبعا عرض مستمر وحتى لما نيجي نستخدمها أنا مشكلتي إن أنا حبقى الآن يعني أن أنت بتستخدمي الفار في مصر يعني ممكن يعترضوا على قوت رجعلي قوت دي تتفرج عليه اللعيبة بتجري على الحاجة اللعيبة دي بتيعطي والله العظيم وبتاقي ويحرف هي بس القضية كلها إنك أنت لازم يكون عندك إدارة كويسة جدا للبطولة لأن البطولة سعرها غالي سعرها غالي فأنت تكون فنيا عالية صحيح عشان تبقى فنيا عالية لازم تشرف على الحكام أو تعمل لهم بقى اللي هم عايزينه لأن هم دول اللي بيخلوا البطولة تبقى قوية صحيح لأن الحكم في الملعب مهم جدا يعني حريك شايف إن الدورات التدريبية للحكام المصريين هي الأهمة في الفترة الحالية عشان نخرج من الكارسة اللي احنا عايشين مش دورات تدريبية بس بس ده كده إنك إنت تجيب لهم أطباء نفسيين ده بجد أنا مش مهزر طبيب نفسي عشان يقعد يعلم الحكم أو والله مش تظهر ده بجده موجود في العالم يعني عشان يعلم الحكم إزاي يتعامل مع الضغوط ما هو دلوقتي ما بقاش ضغوط جماهير ده إحنا بنلعب نقري جماهير وبيعملوا الأخطاء دي فما بالك في وجود جماهير هنعمل إيه عندك حق فلازم يتعامل كمان مع ضغوط السوشيال ميديا ده من الأحداث فلازم يبقى عنده القدرة على أن يتعامل مع الكلام ده أستاذ عيسى مبيل نطلع دلوقتي معاك لفاصل سريع ونرجع نكمل معاك كلامنا النهاردة عن الدوري المصري الممتاز وعن المنتخب أكيد مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاك بقيت فقارتنا في كلام في الميديا خليكوا معنا رجعنا سريع نسم كاملين معاك وفقارتنا في كلام في الميديا ولسا ننورنا أستاذ عيسى مبيل مدير موقع يلا كورا ورحب بيك مرة تانية ونرجع بقى نكمل كلامنا كنا نتكلم طبعا عن جدول المسابقات وعن نادي الأهلي وعن مبارياته وربعه يمكن في 33 يوم هيلعب نادي الأهلي عشر مباريات وقد إيه ده هيؤثر عليهم نفسيا وبدنيا طيب بعيدا عن النادي الأهلي نروح لمنتخبنا بقى الوطني الأول شايف أجاري إزاي شفت تقييمك إيه لأجاري في لقاءه الأخير قصد تونس يمكن اللقاءات اللي قبل كده ما كنش نقدر نحكم على أجاري بسبب طبعا يعني توضع مستوى المنفسين سواء منتخب نايجر أو منتخب إتيني منتخب الدولة اللي غيرت اسمها دي أسواذي لأن دي سابقا ما لنا آي سواتيني حاليا أيوه بشيب معرفه اسمها بشيب لا بالنسبة لي يعني هو تقييميا رقميا عشرة على عشرة أداء بقى في الملعب أو كده ما نقدرش نحكم عليه حتى بعد مباراة تونس آه في مباراة تونس شكل المنتخب كان كويس في بعض الأحيان أنا حتى ما شفتهاش لايف يعني شفتها متسجلة بعد كده آه الشكل العام بيقول إن فيه حاجة بتحصر في الملعب فيه جديد آه بس إيه هي إحنا لسه ما شاهدنا هذا بالزبط وعلى الأغلب هيكون الجديد ده هو بس الطريقة المختلفة يعني إحنا كنا مع هكتور كوبر كنا بندفع بحت مش هيا غير ده فعلا كنا دلوقتي بنشوف لعب مفتوح هكتور ما كانش مشكلته الأساسية أنه عنده طريقة واحدة يعني لو حنلاعب مثلا البرازيل زي ما حنلاعب بنين مش هتفرق معافة أي حالة فاللي إحنا اللي إحنا حنشوفه ونحس إنه هو طفرة كبيرة جدا بس هو مش طفرة ولا حاجة إنه يبقى المدير الفني عنده مرونة تكتكية يعرف يتحرك جوه الملعب لكن عشان تحكمي على أداء بقى مدير فني وعلى فكره وعلى الكلام ده كل لا محتاجين اختبارات أقوى من كده بكتير لأن حتى كمان مباراة تونس ما كانتش بالقوة اللي إحنا متخيلينها يعني يا لأ تونس جاية خلاص مريحة إحنا مريحين جدا إحنا خدنا الموضوع بشكل إن إحنا لازم نكسب وده كان مفروض فعلا إن إحنا لازم نكسب عشان الاستمرارية في النجاح بالنسبة للجهاز الفني الجديد تستمر معهم وده كان شيء مهم جدا لكن المباراة كاختبار لا مش اختبار الاختبارات حتيجي بقى بعد كده وقد رحكم عليه في البطولات المجمعة بقى أشوفه حيغير طريقة اللعبة كذا مرة صحيح ولا حيعتمد على حاجة واحدة ولا إيه بزي طيب نرجع تاني للنادي الأهلي وانطير لدبي مع كريم أحمد زملنا مراسل قناة النادي الأهلي هناك ومعي المدير الفني للنادي الأهلي مستور باترس كارترون اللي هيكلمنا عن استعدادات النادي الأهلي للمواجهة المهمة والمرتقبة غدا إن شاء الله أصد الواصل الإماراتي في دور الستتشر من البطولة العربية معكم كل مشاهدي ومتابع قناة الأهلي في كل مكان استعدادات مكسفة لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني لمباراة الأهلي والواصل الإماراتي إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة من نصبنا في تركيز كبير حابين نقوله طبعا نطمن كل جمهور النادي الأهلي على هذه المباراة سريعا كمان ينضملي مستور باترس كارترون المدير الفني مع دكتور عمر محب أيضا في تركيز كبير بالنسبة لفريق النادي الأهلي المباراة صعبة مباراة أكيد له حسابات كثيرة جدا التجهيز البدني التجهيز النفسي من مستور باترس نتحدث مع أزام مع اللعيبة وحابب يقولي عن هذه المباراة ما هي المباراة؟ بَا عن سراء نسرد دا تراوماتيسم بس أن عندما نعود في دا الفنال لفريق مجموعة فكان يشوف مجموعة يشوف تجير هذا أريد إعجاب لقعنا نعيدنا بجميع أننا شاهدنا ونحن نقوم بحديث بشكل حالي لقلقات جميعا في مجانب نحن نضج جدا قبل أن ننزل من الأطباء لنحن نحن نعين مع الشيطة لأننا من النجاح والأننا علينا نحن نستطيع جيدة علينا تلقى لنسخة ونحن نسخة ونحن نحن نحسن أن نكون هناك جيدة ومن المقبل مستمر بonakme في حمارة تناصر جزيزة مهما سأتحدث عن محضرة أمس كمسا بكل مجال مع توجيه لللاعبين مع مباراة ونظرة الأمام ومعرفة للاحظة المحيطة لفريق النادي الأهلي يمكن تتحدث عن صحة أو غضب؟ نعم مهتبا، لكن هذا ما أبعده بيني المعاملين. لقد كنت لدينا شعوري أصدقائي من تحديد محاولة والكتراكي أسرائي. ويجب أن يجب أن يكون أعداد محاولة من أجل الانتظار بإنقاف الأمر لإنقاف أن نحن نحن نتعرف بحديث من المعامل، لنبدأ بإنقاف لنا نجمع مباشرة ، لنحن نعطق الإنقاف، تجربة تسجربة، تباستجربة، تحسنة وخافة إلى الناس بعد أن نزجرب حيث تقوم بمساعدة مجمبنة وتنقر إخطاء مجموعة لتعباس الأولياء ولكن هذا أمر بأماما بأماما يقوم بأماما والحادثة لأن التعباس الأرض مفرح هو بجميع التعبس يوضع الأطبع متعصول على الاقتصد الحالي وكان يمكننا التكلم معهم كما يتركي$تا فعندما يمكننا التعباس كانت أخيراً سعيداً والحالي بموضوع نتيجة إجابية في موشي مهمة جداً لكي نرجع للطريق الصحيح خصوصاً لدينا مبارات كثيرة في الدوري مستنيانة فممكن نأخذ تبقى فيه زي الديناميكية أو فيه أداء إيجابي لدينا مبارات دية أبداية لدينا لكي نحقق سلسلة انتصارات في العودة في بودلك بيقابل مستر باترس مع لعبت النادي الأهلي الإصابات والغيابات الكثيرة جداً خلال الفترة الفاتتة سوف البطولة الأفريقية وأيضاً كمان ختاماً بالبطولة العربية يبدو أننا مجموعة جداً لدينا مجموعة جداً من العبائين في القائمة الأفريقية والقائمة العربية واللعبات الأكتش موجودة لا يستخدمها ففرصة أن نلعب العيبة يعني دم جديد ينشط الأداء ويبقى فرصة حتى يثبتوا نفسهم ويرضوا الجهاز الفني ويرضوا أنه بشكل شخصي قدر الجمهيرا يكون يمكن بنسبة قليل نظراً طبعاً العدد الكبير لجمهور نادي الواصل الإماراتي بشوف ده بينعكس الزائع لفريق نادي الأهلي وحابب يقول لكل جمهور نادي الأهلي نادي الأهلي نادي الأهلي تعنيف كبير جداً لكل لعيبة النادي الأهلي لكن طبعاً قال إن لعيبة بتقبل كلامي ودي حمل جداً لمدير فني أكيد بحجم مستر باتريسون هو يكون في علاقة كبيرة بين لعيبة النادي الأهلي وأيضاً كمان قال مدير الفني بنتمنى كل الأمور المحيطة في فريق النادي الأهلي كلها يمكن تتشال على جنب بلغة الكورة وبالتركيز الكبير جداً فيها المستطيل الأخضر مباراة غاية في الأهمية بإذن الله ثقتنا كبيرة في كل لعيبة النادي الأهلي والله كالعادة نكون مستمرين معاكم إن لكوا بشكل حصر على الشقناة النادي الأهلي كواليس مباراة النادي الأهلي والواصلة الإمراتي وكل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة شكراً لك زميلنا كريم أحمد ريب النادي الأهلي الأخير المقام دلوقتي على نفس الملعب اللي هتقام عليه إن شاء الله بكرة المباراة على أستاذ زعبيل طبعاً أهم تصريحات بتريس كتين شوفنا دلوقتي قال إحنا خارجين من أزمة كبيرة إحنا فعلاً فشلنا طبعاً يعني بعتبر أن ده من شجاعة باتريس كارتيرون أو دي من أكتر الحاجات اللي بتميز المدير الفاني باتريس كارتيرون دايماً بيعترف بالحقيقة بيقول أنا فشلت معنيش حلول تانية غير أني أفوز في اللقاء القادم اللي هو لقاء بكرة عشان أقدر أواجه الجمهور وكمان نتكلم قال إنه كان عنده جلسة مبين ومبين اللعيبة قال أنا عايز أحتفظ بالكلام اللي أنا قلته أنا واللعيبة في الغرفة المغلقة مع بعض ولكن أنا كان الهدف من الجلسة دي أني أرجع وحطه مرة تانية على الطريق الصحيح عشان نقدر نكمل البطرات اللي قدامي يعني هو تقريباً تشرحاته متوافقة تماماً عن اللي احنا قلناه إنه هو لازم يخش في الجانب النفسي بشكل كبير جداً هو واضح إنه هو شغال عليه كويس الحاجة التانية طبعاً فكرة الحماس لأنه غزباً عن اللعيبة نفسهم هتلاقي اللعيبة برضو في بعض الأحيان كده الحماس آل شوية فلازم هو يتدخل بقوة طبعاً عشان يرجع الموضوع لإطاره يعني فأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بكرة وإنه زي ما هو قال كده هو النتيجة زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة لازم فوز مش لازم تأهل الفرق جدير فوز صحيح بشكرك جداً أستاذ هيسم نبيل مدير موقعي اللي قر نوارتنا النهاردة في كلام في الميديا شكراً جزيلاً مشاهدينة شكراً لحسن المتابعاتكم أشوفكم بكرة لأ أنا أشوفكم يوم السابت اللي جاي إن شاء الله الساعة خمسة مساء في كلام في الميديا بكرة إن شاء الله يكون معاكم زميلي أمير شام في حلقة جديدة بكرة المباراة ما فيش بكرة حلقة أصلاً ما فيش بكرة حلقة أعجبكم بقى أنا على طول يوم السابت اللي جاي إن شاء الله ساعة خمسة مساء على قناة النبي الأهلي في برنامج كلام في الميديا يوم سعيد عليكم وإن شاء الله بكرة يكون يوم أسعد وكل فوز وانتصار وتبقى يعني حاجة كويسة بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة